موسيقى اقادت جيموتر نوت في تطور مستمر مع تحديثات بلندر في الوقت الحالي وجود اكثر من اضافة في صناعة الابنية بطرق سهلة ومختصرة من ضمنها اعدات بيلد فاي هذه العقدة تخليك تصنع ابنية متعددة بنقلاج زر واحدة ايضا امكانية تحكم في بناء بطريقة جدا سهلة عن طريق الاعدادات الموجودة في خانة الجيموتر نوت كل هذه الامكانيات بصورة مجانية بالكامل جميع الروابط راح تكون في اسفل وصف الفيديو اوكي خلينا تعلم طريقة استخدام هاي العقد في بناء مدينة كاملة اول خطوة تروح تفتح موقع غوغل تنسخ هذا الرابط في خانة البحث اللي راح تركه اليك اسفل وصف الفيديو او تقدر مباشرة تنقر عليه ويحاولك الى هذا الموقع من بعدها تنزل الاسفل تلقي اسم اضافة فيلد فاي تجعل خانة التنزيل هنا للأسف تلقي انه موقعك ما يدعم هذا الموقع او بيه مشكلة من ناحية المكان اللي بيه انت حاليا اما هذا موقعك يدعم بتنزيل هذه الاضافة نزيلها بصورة مباشرة تتركه تروح تفتح صفحة جديدة في غوغل تنتقل الى خانة البحث وتنسخ الرابط الثاني او تدخل عليه مباشرة راح يدخلك على هذا البرنامج اسمه هوت سبوت شيلد تنزله وتبته في غوغل كروم بحيث يطلع عندك هنا بهذه الخانة من بعدها تفتح عندك صفحة برنامج بي بي ان تنطيه تشغيل وتروع عند هذا المكان على تنشيط الصفحة مره ثانية راح يتفعل عندك البرنامج ترجع على خانة الإضافة تسوي عملية تنشيط الصفحة تجعى على اول خانة بعدها تختار هذا الاختيار اريد هذا الرابط راح يحاولك على غير صفحة تكتب هنا اي ملك الخاص على مودي يقدر ينزلك هذه الاضافة تنقرع عليه مره ثانية هنا راح يحاولك الى صفحة تحميل اضافة البلد فاي تنقرع على التحميل راح ينزل عندك ملف بصيغة ملف برنامج بلندر في هذا الفيديو ستستخدم أصدار البرنامج 3.5 تجي تسحب الملف وتتركه على البرنامج بلندر رح يفتح عندك ملف بصورة مباشرة أكوها يطرق لفتح الملف ولكن هاي أسرع طريقة لفتح أي مشروع بعد ما يفتح عندك البرنامج تروح على هاي الزائد تنقر عليها تختار جنرال من بعده تختار layout يفتح عندك المشروع بصورة أوسع ويخصك من تخسيمات الشاشة حسا بعد ما يفتح عندك المشروع صار بإمكانك أن تتحكم بي مثلا تضغط على G تقدر تحركه أو تضغط على R تقدر سوي العملية دوران أو S تمام أو تضغط على Shift D تقدر تستنسخ Shift D أيضا تستنسخ أكثر من بناء وأيضا تقدر تتحكم بعد الطابق البناء عن طريق خانة الجيومترو نوت جهنا مثلا تخلي هاي مثلا 86 أو تخلي هاي أعلى تخلي هاي أنصر بحل الطريقة هاي تقدر تتحكم عن طريق هذا النية الخانتين وأيضا تقدر تتحكم بهذا البناء عن طريق ألغاء هذا الاختيار تروح على عقد الجيومترو نوت هو التأثير طبعا هو عبارة عن سطح فقط تأثير هاي العقد اللي يمخلي لك هذا البناء تمام من بعدها تقدر تروح على Edit Mode خانة التحريب أيضا تقدر تتحكم تفعلها منها تحدد هذا الخيار اللي هو خيار الحافة تضغط هنا وتفعل تأثير هاي العقدة تمام تضغط على S X تقدر تتكبر تضغط على E Y وتغير من شكل البناء تضغط على E Y وتضغط على S أيضا تقدر تتغير منها تضغط على E X تفعلها مرة ثانية رح يتغير عندك شكل أيضا تقدر تضغط على 1 تحدد هذل النقاط تضغط على Ctrl Shift P تمام وبعجلة الماوس تحاول تتسوي حافة نعمة تفعلها مرة ثانية تمام تقدر أيضا تكبرها تزود عدد طابق أو تقللها بهالطريقة هاي أوكي هسا خلينا ننتقل إلى إضافة ثانية اللي هي خاصة بالتضاريس المعمارية طبعا تقدر تنزل كل هاي التضاريس عن طريق الجوجل أيضا رح تترك الرابط أسفل وصف الفيديو وبطريقة التنزيل أيضا مثل الطريقة التنزيل الأولى للإضافة تفعل أيضا هذا الاختيار اللي هو خيار ال VBN وتنزلها تضغط هنا صفر وضيفها إلى سلة وينزل عندك الملف بهاي الصيقة خلينا نروح نفتح مشروع جديد تروح على أدت ريفرانس ننزل الإضافة تختار install download دور على المكان اللي نزلت بالإضافة تنقل عليها مرتين رح تنزل عندك تكتب هنا بخانة البحث تمام بهالطريقة هاي تفعلها منها وتختار مكان اللي راح تنزل به الأبنية ضروري هذا الاختيار تفعل هاي تمام رح ينقلك إلى ال disktop أو الجهاز ماتك تختار ال D تحاول أن تشوف لك ملف مناسب رح تختار هذا الملف تطير accept رح يصير عندك التخزين بهذا الملف أوكي خلينا نمسح هذا المكعب تضغط على N رح تظهر عندك الإضافة هنا أوكي تروح على select رح ينقلك مباشرة إلى جوجل إلى الخريطة مباشرة هسا هنا نحاول ندور مدينة بها عدد أبنية أوكي تنزل بعجلة الموس على المدينة اللي يريد نختار الأبنية مالتها بعدها تضغط على هذا الاختيار سيظهر عندك مربع طبعا هذا المربع تقدر تحركه منه أو تقدر الزغرة تقدر تتحكم بالشكل مادة تمام أو كلمات كبر تمام تضغط هنا أوكي أو الزغر تضغط هنا رح يكبر عندك هذا التحديد دعنا نختار هذا تمام تروح على كوبي تروح على بلندر تختار هذا الاختيار رح تغير عندك هاي الإحداثيات تنزل للأسفل وتختار import تنتظر شوية خلال ثواني نسخلك هاي المدينة ننكبر تضغط على أن تروح على view إذن عدمت عندك الروية تجعل عند تزود هنا صفر خليها عشرة آلاف روية مثل ما تشوف قدامك ننزل لنا مدينة كاملة خلال دقائق بتطريق خطرة خطوة بعدها أريد أحول هي لابنية اللي نزلتها بتطريق جوجل إلى البناء اللي نزلتة من إضافة البلدفاي تروح على الإضافة تنزل للأسفل تحوله إلى 2D تمام من بعدها تضيف هذا الخيار أيضا تضيف هذا الخيار ولينا أكبرها الكمنا تنقر على هذا اختيار الفايل تروح على سكتوب وتدور على مكان الملف الخاص بإضافة تنقر علي مرتين راح ينضاف عندك هنا تحول على نفس الاسم اللي موجود بي الملف اللي هو بلدينج تروح علي امبورت وننتظر تضغط على ان تجي تنقر علي التضاريس الاساسية نزلتهم تضاريس جوجل و اكس تمسحها نزلت عندك مدينة كاملة مثل ما شوف خلال دقائق هاي جميع المعلومات عن هذين الاضافتين و كيفية استهدامها تقدر تصدر هاي المدينة الى محركات الالعاب او تصنع مشهد انيميشن لنها وصلنا النهاية مقطعنا لا تنسى اللايك للفيديو او الاشتراك في القناة اذا انت ما مشترك و اذا عندك اي سؤال سينة بالتعليقات انا اجاوب عليه انضموا يانا الى سيربر ديسكورد الخاص في القناة او قروب التليجرام نشرح به جميع المشاكل بلندر اضافة الى هذا التعرف على اشخاص من ضمن مجالك هذا يخليك تطور وسط مجوعة من المصممين و المهتمين في عالم 3D السلام عليكم اشتركوا في القناة